الحقيقة يعني الأهلي يصدر الجمال يومًا بعد يوم المشه الجميل جدًا جميل جدًا 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 ما يحدث في فروع النادي الأهلي مختلفة يعني عمال النادي الأهلي يتحدى نفسه وينافس نفسه وفروعه يتنافس مع نفسه إن يشتغل في الفرع ده والفرع ده والفرع ده في تزامن مزهل المباني الأنشئة دي يا سيد إبراهيم لو جيت من شهرين ما جوش هتشوف حاجة خالص فإنت بتجهز تجهز ومرة واحدة تنفجر والناس فاجأ بالعمل وقد اكتمل البوابة حاجة شيء جدًا جدًا ودي ناحية بوابة الخروج من الشيخ زايد على الطريق الصحراوي هنشوفها لأن الحياة لمسة فنية جميلة هي ماشية مع نفس النظام العام هيتحط عليها النسر بقى حطير في حتة تانية زائد إن ابتدى العمل في هوية الصور يعني الضلق ده هيخلص الأول لأن الصور بتاع الشيخ زايد كبير جدًا مش هتقدر تعمله كل مرة واحدة فهيتاخد على مراحل إنما هيتعمل بنفس الهوية بتاعة أصوار النادي في كل فروعه وحيبقى ميديا يعني مكان يستقطب الإعلانات يعني حيبقى مصدر يدر دخل بعد شوية يعني أنت بتبص نظرة مستقبلية ولكن لما تشوف للمكونات بتاعة الجزء اللي تهمس على فكرة جماعة كان من المقرر تتعمل حفلة جامدة جدًا من ثلاثة أيام كده ولكن طبعا الظرف اللي احنا بنعيشه كله واللي كنا بنتكلم عليه والتحديات اللي بتشوفها المنطقة والتي تواجهها مصر تحديدا كان يقتضي طبعا نحن يعني ما يبقاش فيه احتفالات ولكن يبقى فيه تنويه وإشارات وإعلام وبدل الاستخدام عشان العضاء يفهموا يستخدموا للمنشأة تعالوا بقى يلا الدنيا اتنين ملعب بادل تنس دي اخر صيحة في العالم لعبة ولكن هي ابتدت كمان في النادي لأنني كنت بلعب هذه اللعبة بس ما كانتش محكومة بأسوار فما كانش وراءنا أنها ترجع عليها ولا متسميها كده كان اسمها بادل تنس لكن اسمها بادل تنس الاسم هو هو أنك تلعب بالركض مضرب الركض في ملعب تنس صغير ونفس نظام الحساب بس ما كانش فيها أنك تبقى زي هي خادت من السكواش الملعب الزواجي ده اللي هو في كل حتة مش معمول كده ده معمول شيء جدا معمول بالمقاييس الدولية العالمية يعني ملعب النادي الآلي هنا معمول بمعايير أنا مش فتاش في حتة تانية إنك ممكن تخبط الكرة في الحتة وترجع تلعب عليها وتكمل لعبة ماشية بسرعة الساروخ ولقى بطولات عالم وابتدى يبقى فيه متخب مصر أول سنة يشارك أهو ويبقى فيه مصنفين فيه وحتى تنطلق بقوة جدا لأنها لعبة جميلة وقت وناسب جميع الأعمار خاصة إن فيها سنجل وفيها دابل فالتنين زي حالتنا كده يقدروا يفوف ملعب يلعبوها وينبسطوا جدا طيب الحاجة معها هي كلها إضافات مهمة جدا لأعضاء النادي في الشر زي بشان عايزة أقول حاجة برضو المبدأ اللي بيقولك عشان استاد الأعضاء يفهمه وليه النادي بيهتم منه الأول يبتدي بملاعب وبعدين يحيد بيع جلسات ويخدم عليها جراشات هو ده التكامل أنت أعطيني ملعبك ملعبا أعطيك بطل فالهدف من النادي أنك تروح لتروح عن نفسك وعن أولادك ولأ مكان يلعبه ملعبين خماسي تم تطورهم هتروح تلاقي جراش لمية خمسين عربية هتسحب التكدس اللي حوالين النادي الملعب 11 هتديك إمكانية أنك تخلق أماكن للأكاديميات بصنا جماعة هو ده الشعار اللي مجلس الإدارة رفعه من اليوم الأول تاريخ مبادئ تطوير وإنك أنت تحافظ على المحتوى ده في شعارك في كل مقراتك هو ده التعزيز للصورة الزهنية عن النادي الآلي لأعضاء النادي وده بالضبط تعميق صورتهم وإعلاقتهم بالنادي أن أنت حتلاقي التطوير مستمر باستمرار تقريبا ما بتعديه شهرين ثلاثة اللي عندك افتتاح للتوسع في بناء تحتية رياضية لأعضاء النادي ده بيستوعب العضويات الجديدة لأن الحقيقة زي ما عرفت من أستاذ طاري أنديل أنه بعد رفع الأسعار بتاعة العضوية الجديدة الإقبال مازال متزايد على فروع النادي سواء في التجمع أو في الشيخ زايد أو في الجزيرة ومدينة نصر وده يعكس سقة الأعضاء الجدد في النادي والخدمات الرياضية والاجتماعية اللي بتؤدى لهم أنت بتعمل كل هذه التوسعات لمزيد من جلب العضويات الجديدة وأيضا لتحقيق رغبات أعضاء النادي اللي موجودين أعضاء الشيخ زايد كان لهم مطالب كتيرة في التوسعات والنادي أو المجلس كان دايما بيوعدهم أنه كل ده شغال وكل ده مدرج في الخطة الإنشائية اللي فيها توسعات مستمرة خاصة أن المساحة في الشيخ زايد تافي بهذه التوسعات كان فيه شكوى من الباركينج ومكان ركن العربيات داخل النادي وخارج النادي أصبح دلوقتي البوابة الجديدة اللي هي ناحية بوابة طريق مصر اسكندرية هتديك فرصة تستخدم الشارع ده كله لركن العربيات وداخل النادي الباركينج اللي معمول هيسع حوالي 150 سيارة أخرى فأنت بتحل مشكلة الركنة تماماً للأعضاء بتديهم فرصة للممارسة ما بين أنت زي ما دول المهند السامع علي كامل قالك ملعبين حداشرات كاملين وشفتوا شكلهم ومستواهم وجمالهم مع تطوير الملعب الخماسية اللي موجودة ملعب الأكاديمية وزاد على كده أن أنت كمان مناطق جلوس الأعضاء وتطويرها والتوسع فيها ثم الشروع بقى عما قريب إن شاء الله في حمام السباحة الإضافي اللي هيساعد كمان مجمع حمام السباحة الكبير اللي موجود في الشيخ زايد وده كله لمزيد من طبعاً المسجد اللي بيمثل إضافة كبيرة أيضاً لمنشآت النادي كلها بتافي برغبات أعضاء النادي هو فيه المسجد من الأول فعملات التطوير لأستاذ ابراهيم دائرة وهو قال إيه إحنا اشتغلنا للوقتي على حوالي 70 فدان من حوالي 129 فدان يعني إنت اشتغلت على 60% من المساحة وعدد مجموعة من المشروعات حيبدأ فوراً النادي الأهلي يشرع في البدء في تنفيذها إذن النادي لا يتوقف لأن طبعاً إنت الحكمة بتقول فيه نمو وإقبال من الأعضاء لن يقابلها نمو في الخدمات وأماكن الجلوس والمرافق داخل النادي فالدنيا ماشي حلو جداً أنا ببقى داخل النادي وأنا كده فرحان إن فيه يعني فيه كل يوم حاجة يعني ده دليل الحياة إنك أنت كل يوم حاجة إذن أنت حي وتتحرك وتسعى إلى المستقبل الأعضاء معظمهم لمسين هذا المجهود وخلي بالك إن أحسن مصوق ليك هو العضو العضو المنصوط هجيب جاره هجيب قريب وحيبقى عايز المجتمعه يكون موجود معاه لأن الناس شبه بعض فعايزين يعيشوا مع بعض كل الطفيخ للنادي الأهلي ومزيد من النجاح ومستنين بقى الشومة الكبيرة بقى قدام شواء كده يقولون علي الشومة الكبيرة لا بقى سيبها بقى إيه هاخد الشومة أنا أسكت آه لا لما تعرف أنت كل يوم تتكلم فيه ممسكتش أنا ولكن أكاد الحلمة أن يقترب يعني إن شاء الله آه فأنت أنت أنت حتى يعني أنا وأنا كنت يعني بفحر كده حاجة بس ما استأذن فيه في الإعلان عنها ولا لأ آه لقيت أن هي يعني بيتم تطورها عشان أهدف أكبر منها بكتير يعني أنا كنت ممندهش طب إحنا ليه ما كملناش في السكك دي لأن السكك دي بقت أصغر من السكك التانية المفتوحة اللي هي آه ليع شروطها بقى آه ما ينفعش خليك أقول لك كلمات متقاطعة كده كلام كلام يا جماعة ما تفكرش فيه كتير غلا ما يعلن عنه كلمات متقاطعة بس أنه مش هحلة آه ما تفكرش فيه إلا ما يعلن عنه لأنه بس اتطمنوا النادي الأهلي والحقيقة كابتل خطيب حمد الله على سلامته من أول ما رجع آه يعني بيتحرك وتدب الحياة أي في كذا حاجة آه آه يعني آه ننتظر الشهر الجاي نسمع أخبار كويسة طيب يعني هنيعا لأعضاء النادي في هذه المنشآت الجديدة في الشيخ زايد اللي خلاص بدأوا استخدامها وبدأوا الاستفادة منها دون انتظار الافتتاح رسمي لكن زي ما قلتلكوا أنه الكابتل الخطيب بمجرد ما رجع من رحلته العلاجية في فرنسا بادئ بالشيخ زايد وده يعكس اهتمامه بتطوير الفروع بالزاد يعني تجمع ما شاء الله يعني بدأ عملاقا بحكم الموقع بحكم المكان وبحكم انه كان بفرصة ان انت تعمل فيه احداث حاجة اه بحكم الحداثة لكن كمان التطوير المستمر اللي حاصل في الشيخ زايد بيرفع المكان لمستوى عالي جدا زي ما انتم شايفين فهنيعا لأعضاء النادي الاهلي هذه المشآت الجديدة كل حاجة تتعمل النهاردة هي احدث من الحاجة اللي تتعمل الانبارا بالزبط